يعني ايه مؤسسة؟ مؤسسة يعني ان يكون هناك رئيسا لمجلس الادارة وان يكون هناك اعضاء لمجلس الادارة بيتخذ القرارات بناء على لجان وقرارات اخرى وادارات اخرى هي اللي بتاخد هذه القرارات طبعا وفي النهاية قرار مجلس الادارة دايما المؤسسة بتبقى قرارها بيتاخد من كل الجهات ولصالح كل الجهات طبعا لصالح المصلحة العليا للمؤسسة اللي بنشتغل فيها مثلا وهنا انا بتكلم على مؤسسة النادي الاهلي مؤسسة النادي الاهلي هي مؤسسة كبيرة جدا قوامها حوالي 70-80 مليون مصري بيشجعوا النادي الاهلي 70-80 مليون مصري دول عندما يكون هناك اجتماع لمجلس ادارة النادي الاهلي 70-80 دول بيبقوا مستنيين القرار اللي حيتخذ من 70-80 مليون من مجلس ادارة النادي الاهلي وبالتالي خلال الفترة اللي فاتت بعدما اصدر النادي الاهلي 8 قرارات مهمة جدا في اجتماع مجلس ادارته الاخير خرج اتحاد كرة القدم او كان هناك اجتماع لاتحاد كرة القدم الغى اتحاد كرة القدم الاجتماع ثم اقرت لجنة المسابقات التغييرات التي او الحاجات اللي حصلت فيه كأس مصر ومنها ان الاهلي سيلعب مباراته امام بيرامدز يوم 28-2 في استاد الجيش ببرج العرب الساعة 7 مساء يوم الخميس طبعا طيب ايه اللي حصل بعد كده النادي الاهلي كمؤسسة سكت ما اتكلمش اتكلم ليه لم يحدث اي تغيير بالنسبة للنادي الاهلي واي مؤسسة دايما بتعتمد على ايه بتعتمد على المخاطبات الرسمية يعني ايه مخاطبات رسمية يعني حضرتك لما تيجي تقول جدول للدوري او جدول للكاس بتبعت مخاطبات رسمية وبتبعت الجدول بشكل رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم للنادي الاهلي وبالتالي النادي الاهلي يعني بتطلع بيان مبارح قال فيه نوعي يقدر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الولمبية المصرية لحفظ حقوق كل الاطراف في ازمة تعديلات جدول الدوري وتحديد مواعيد جديدة لمباريات الكاس ويؤكد النادي الاهلي على انه لم يتلقى اي مكتبات رسمية من اتحاد كرة القدم بخصوص تعديلات في جدول الدوري او مواعيد جديدة لمباريات الكاس وبالتالي ده خلاص كده يعني طبعا فيه بقية الكلام في البيان اللي طلعه النادي الاهلي امبارح ولكن الموضوع انته انا مجتليش حاجة رسمي تقول ان فيه مباراة يوم 28 مع نادي بيرامدز ولا انه تم تأجيل مباراة بيرامدز في الدوري حتى هذه اللحظة كل ده كلام على موقع رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ومواقع اعلامية كل المواقع بقى هنا وهنا 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 كل المواقع بكل اسمائها كتبت هذا الكلام ولكن هل الكلام ده اتبعت له خطاب رسمي لم يبعث خطاب رسمي حتى هذه اللحظة للنادي الاهلي وزي ما حضراتكم عارفين وزي ما احنا اتفقنا بلكده ان الجمعة اجازة ولا مش اجازة في اليومين دول هو اجازة اليومين دول الجمعة اجازة وبالتالي مفيش مخطبات رسمية هتوصل للنادي الاهلي النهاردة والمفروض بكرة يعني ده اللي احنا فاهمينه ان الجمعة دايما بيبقى اجازة طبعا الا في حالات استثنائية ولناس معينة وناس استثنائية فقط لكن المفروض ان الجمعة اجازة بدليل ان النهاردة ما اتبعتش اي حاجة وامبارح ما اتبعتش اي حاجة واول امبارح ما اتبعتش اي حاجة وبالتالي حتى هذه اللحظة الكل متمسك بقرار مجلس ادارة او قرار مجلس ادارة النادي الاهلي اللي موجود هو ايه النادي الاهلي لن يلعب مباراته يوم 28 فبراير اللي هي مبارات او تم تأجيل الموافقة على تأجيل مبارات يوم 28 فبراير مع النادي بيرامدز وانه لن يستبدل هذه المباراة مباراة اخرى حتى الان لكن ايه اللي حيحصل بكرة محدش عارف وزير الشباب بورياضة تدخل في هذا الموضوع المهندس هشام حطب رئيس اللاجدة الأولمبية تدخل في هذا الموضوع والكل يريد ان ينهي هذا الموضوع لان الكل يعلم ما هي قيمة النادي الاهلي وان النادي الاهلي لو قال او لو خرج لقدر الله من اي بطولة تبقى الامور صعبة جدا 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 على هذه البطولة وبالتالي الكل بيتحرك في اتجاهه علشان ينهي هذا الموضوع ولكن ما زال مجلس ادارة انا مش عارف هي ناس مستعجلة ليه هي ناس مستعجلة لامور معينة يعني ولا ايه